السلام عليكم يا رفاق في تلخيص الجزء الثامن من من هو من جعلني أميرة والآن لنكمل رواياتنا وصلنا إلى أن السيد أسود صحر السوار الذي معجانات والذي تسبب في حدث مشكلة لكلود بعد مدة كانت أثي عند والدها كان مغمن عليه تقول لها ليلي أن عليها أن تأخذ قصدا من الراحة يبدو بأن حالة الإمبراطور مستقرة تقول لها أنها تريد البقاء عند والدها يقول لها فيليكس أنه سيخبرها إذا استيقظك لود عليها أن ترتاح الآن بعدها يأتي لوكس ويقول أنه سيرافق أثناسي لغرفتها فليذهبا الآن معا كان ينظر لها بنظرة أن هناك أمر يريد أخبارها به لذا فلتحق به الآن تقوم أثي وتلحقه يقول لها لوكس بأنه لا يوجد أي أثر لسحر أو سم لذا يتساءل ما الذي حدث بالضبط تتذكر أثي ما حدث وتقول أنهم كانوا يشربون نفس الشاي مثل العادة عندها تقيأ أكل الدمن وانهار يقول لوكس أنه من المستحيل أن تتعب حالته فجأة تقول له آثي أن سحرة القصر قالوا أنه لا يوجد أي أثر للسحر يجيبها لوكس ذلك لأنهم أغبياء هناك أثر طفيف لموجة سحرية تتحجب آثي وتسأله هل كان هذا فعل متعمد؟ يقول لها لوكس أنها محاولة اغتيال يحدث هذا في العادة بمجرد أن يصبح أي أحد إمبراطور تسأله هل وجد الفاعل؟ يجيبها أنه ليس متأكد بعد لكنه يفكر بذلك الوضع الذي اقتحم برجه هناك منحط مقطعه السحرية وامتص جميع سحرها كان ذلك عندما كان يعتني بوالدها ثم يفكر من يكون ذلك الحقير كم يود الآن أن يقلب كل شيء رأسا على عقل ويجيبها أنه لا يعرف نواياه لكنه قد يكون السبب في انفجار سحرها أيضا إن أسلوب التعويذات كان متشابها تفكر آثي ما الذي يعنيه بذلك؟ محاولة اغتيال؟ ولماذا؟ لو لم يتمكن لوكس من اكتشاف الأمر ألن تتكرر هذه الحادثة مجددا؟ عليهم أن يفعلوا شيئا وإلا والدها سوفا؟ كانت آثي خائفة وترتعش يخبرها لوكس أن لا تقلق سيحميها وسيحمي والدها أيضا يقول لوكس أنه اقتحم متطف البرجه ولم يعره أي اهتمام لكن بدأ ينسعج الآن عندما رأاها تبكي يضع إصبعه على رأسها ويخبرها أنه سيحمي والدها لذا يجب عليها أن تنام بقيت مستقظة طوال الليل ثم يقل بسحره ويغير ما لابسها ويضعها على السرير لتنام كان السيد أبيض والسيد أسود تحدثان كان السيد أبيض يسأل السيد أسود ما الذي يقوله الآن؟ يجيبه السيد أسود بأن كلود سيموت قريبا لذا فليستعد لدخول القصر يتعجب السيد أبيض مرة أخرى ويقول ما الذي قاله الآن؟ يقول السيد أبيض هل ينوي أن يجعله يكرر كلامه ثلاث مرات؟ يجيبه السيد أبيض بأنه لا يعرف ما عليه أن يسأله لكن لما هو متأكد من أن الإمبراطور سيموت؟ يقول السيد أسود أنه أرسل تعويذة مع جانات إنها لعنة تسببه في موته يتعجب السيد أبيض ويسأله هل يمكنه أن يفعل هذا؟ هل يقول بأنه قدل الإمبراطور؟ إذن لماذا؟ لماذا لم يقتله في السابق؟ يجيبه السيد أسود أن كلود كان بكامل لصحته ولم يكن يملك أي نقطة ضعف آنذاك ثم تأتي ذكريات للسيد أسود كانت هذه والدة كلود على وشك الموت تخبر أنستاسيوس أن لا يكره كلود وأن أحبه دائما لكن الروح الشريرة في داخله تقول له ما الذي يفعله؟ فليسرع أن يقتلها سيعره قوته هل يتردد مجددا؟ تعرف عاملين زي إيش؟ زي ناروتو الكيوب اللي جوا بس ناروتو ابن أحلى يختي يقول أنستاسيوس أن هذا لا يهم فهي ستموت بنفسها لذا لمع عليها أن يلطخ يديه بدمائها يقبل أنستاسيوس اللي هو السيد أسود ويقول أن انتصاصه الاستحر لم يكتمل بعد كان لا يزال ضعيفا يسأله السيد أبد ما الذي يعنيه قال له أن يستعد لدخول القصر إن مات الإمبراطور فجأة أين وقت حام القصر وسط الفوضى؟ أينوي أن يكشف عن نفسه؟ ثم يفكر إن كان ما يقوله صحيح حينها سيكون متواطئا معه بدهمة الخيانة العظمى لم يعتقد بأن أنستاسيوس ستسرع في التصرف والإمبراطور بحالته السيئة التفكير فقط بأنه اقترف عمل أنفضي عنك هذا له حقا مخيف يقول السيد أبيض من سيصدق أن رجلا ميتا قد عاد للحياة؟ من سيثبت هويته؟ يجيبه السيد أسود لابد أنه في حالة صدمة الآن كيف له أن يطرح أسئلة غبية كهذه؟ هل يحتاج فردا من العائلة الإمبراطورية أن يثبت نفسه؟ كان يقصد أن عيون العائلة الإمبراطورية كالجواهر إنها فريدة لا أحد يمتلكها سوى العائلة الإمبراطورية يقول السيد أبيض أنه قد مضى وقت طويل منذ موته لن يتبعه أي أحد يجيبه السيد أسود أليس هو معه؟ يصدم السيد أبيض ويقول هل يطلب منه أن يدير ظهره للإمبراطور؟ يستهزئ به السيد أسود ويقول أي يدير ظهره؟ لابد أنه نسي من هو الوريث الشرعي للعرش يفكر السيد أبيض أنه يحتاج إلى أن يصرف انتباهه وأن يكسب مزيدا من الوقت يسأله السيد أبيض هل هدفه تحقيق انتقامه بقتل الإمبراطور واعتلاء العرش؟ يقول السيد أسود أنه سيبدأ بالتمرد ويعتني بأمر الرجل الجاهل الذي استولى على العرش وبعد تحقيق ذلك سيعيد استقرار هذه البلاد بعد أن وقعت في الثوضى أليس هذا من واجبه كإمبراطور سابق؟ يعني يا جماعة السيد أسود بده يدمر الإمبراطورية ويقلب الناس على كلود بعدها بده يظهر هو زي البطن المغوار ويعمل حاله حال كل إشي ويصير هو الإمبراطور وكل الشعب يحبه ويأيده يسأل السيد أسود ألديه أسئلة أخرى؟ يسأله السيد أبيض ما الذي يفعله؟ لماذا يقترب منه بهذا الشكل؟ يقول السيد أسود بأنه بفضله تمكن من استغلال لجانيت لقد كانت مفيدة جدا بالنسبة له هو الآن يستحق مكافأة منه فيقول له بأنه أحسن صنعا حتى الآن ثم يقوم السيد أسود بسحر السيد أبيض بعدها دخل إيجيكل عند والده يقول له أنه جاء بأخبار غير أسارة الإمبراطور بحالة حرجة جدا تم تداول الخبر بكل سرية لكن بالحكم على سرعة تداولها ألا يشك بأن أحد ما سهم بنشرها؟ يقول السيد أبيض إن هذا ليس شيئا مهما ولا داعي للقلق بشأن هذا يتعجب إيجيكل يقول بأن هذه الشائعات تدور عن حالة الإمبراطور إنها تنتشر وسط النبلاء كيف لهذا ألا يكون مهم؟ لم يكمل كلامه يقاطعه السيد أبيض ويقول أن هذا ليس من شأنه ينظر إيجيكل إلى والده كانت عابيره غريبة يحدق في يده كانت مجروحة ثم يقول السيد أبيض لإيجيكل أن يغادر ويتركه يقول إيجيكل حسنا سيغادر هل يريد شيئا آخر؟ يبدو أن شيئه فارغ إذا يريد سيطلب منهم جلب المزيد سيطلب منهم إحضار شيئه المفضل وهو الروم الخاص به يوافق السيد أبيض ثم يخرج إيجيكل من هناك ويقول الروم؟ إنه لا يسمح له بأن يلمس شفتيه حتى والآن هو يوافق على شربه وأثناء عمله إن والده يتصرف بغرابة بعدها يظهر السيد أسود ويقول غسل دماغه كان أريح طريقة فعلها كان عليه أن يغسل دماغه من قبل يتساءل لماذا لم يفعلها يا ترى ثم يقول أنه إذا أردت إتمام شيئا بإتقان ففعلها بنفسك كانت الروح الجريرة في أنستاسيوس تقول له بأنهم يقاومونه لأنه متردد حمل السيد أسود علبة الحبر ورمها في وجه أنستاسيوس كان يرتدي قطع أثرية سحرية كسرها ورمها على السيد أسود وقع السيد أسود على الأرض كان السيد أبيض ينظر إليه ويتساءل إذا كان الأمر فعالا كانت الروح الشريرة تقول بأنه كما توقع لم يكن عليه أن يترك الأمر لأنستاسيوس ثم تتبدل الأرواح وتظهر الروح الشريرة في جسد أنستاسيوس وبعدها حدث ما حدث وسحر السيد أسود السيد أبيض كان السيد أبيض جالس يدقق في أوراقه بدأ أنفوه بالسيلان يفكر السيد أسود هل أرفوه مكسور؟ هل كان عنيفا بعد أن فقد عصابه؟ قد يكون السيد أبيض عائقا من نسبة له لكن من الرائع استغلاله في الأوقات المناسبة كانت آثي عند والدها تنجز أعمالها يفكر فيليكس أن آثي لم تغادر غرفة الإمبراطور على الإطلاق وها قد مر أسبوعا تقريبا كانت تكتب رسائل لرفض جميع دعوات الحفل التي تلقتها يقول فيليكس أن ربما هذا يكون بسبب الشائعات تسأله لي ما هي الشائعات؟ يخبرها أنه انتشرت شائعات أن الإمبراطور مصاب بمرض خطير وأولئك الذين سمعوا بها يرغبون في سؤال الأميرة للتأكد من صحة الشائعة تسأله ليلي أليست حالة الإمبراطور في غاية السرية؟ يجيبها فيليكس أن ذلك صحيح لكن يبدو أن الخبر قد تسرب بعدها تأتي آثي لفيليكس وليلي وتخبرهم أن هناك شيء غريب لقد انتشر مرض والدها للعام أيضا كانت الرسائل جميعها تسأل عن حالة الإمبراطور وكأنهم يحاولون الحصول منها على تلميح إنها متأكدة أن لا أحد يعرف عن حالة وليدها بالضبط لكن ليست متأكدة عن هوية منقبة بنشر هذه الشائعة يقول فيليكس أنه سبق وكان كلود مريضا أيضا لكنهم استطاعوا كتمان الأمر لذا لم يواجهوا أي مشكلة الوضع الآن مختلف بعد انتشار الشائعات بين النبلاء بمجرد أن يعرفوا صحة الإمبراطور سيئة ستقام احتجاجات تعرف عن عدم رضاهم فغياب قائد الأمة يضع الإمبراطورية في موقف صعب في هذه الحالة على أحد أن يتصرف كبدين الإكلود وأن يتولى المسؤولية تقول له آثي بقوله هذا هل هو يعني؟ ثم تفكر أن هذا صحيح هناك فقرة مكتوبة حول ذلك الوريث المرشح للعرش سيكون الشخص الذي سيتولى مهام الإمبراطور ثم يقول لها فيليكس أنها هي من ستتولى هذه المهمة يحدق بها لوكس ويقول هل هي ستصبح الإمبراطورة؟ تجيب وآثي أنها لن تكون الإمبراطورة إنها ستتولى مهام الإمبراطور فقط تقول أنها لم تحصل على الموافقة بعد على المجلس أن يوافق عليها أولا يجيبها لوكس لكنهم مجرد إجراء شكلي بقولها للمجلس فهي تعني أن أصحاب المنازل النبيلة في أوبيليا ليس كذلك إنهم بمستوى أدنى من الإمبراطور لذلك بأي حقا يقررون ويتحكمون بصلاحيته تقول له آثي أن المجلس لا يملك سلطة للتحكم بصلاحيتها لكن من واجبهم إعلانها رسميا باسم بديلة الإمبراطور يفكر لوكس بأن طريق سير النبلاء مزعجة جدا تقول آثي أن فيليكس أخبرها بأنها لن تواجه أي مشكلة بما أنها الأميرة الوحيدة لكن هل ستبلي جيدا؟ يخبرها في التنظر فقط لأسلافها لن تنهار الأمة بسهولة حتى لو أخضغت تقول أنها لا تريد أن تخيب ظن والدها فيها عندما يستيقظ يفكر لوكس عندما يستيقظ هل سيستيقظ يا ترى؟ وهل إذا استيقظ سيكون سليما معافا؟ ثم يخبرها أن تبذل ما بيوسعها كانت جانيت في غرفتها تشعر بأن الجو لطيف وتقول أنها تشعر بالملل وإيجيكل ليس متفرغا لها أيضا تفكر فيه هل هو مشغول؟ لقد بدأ مرهقا إنه لا يتعمد تجنبها أليس كذلك؟ حتى بعد أن رفضها لم يصبح الوضع بينهم محرجا على الإطلاق إنهما يعاملان بعضهما كالعائلة ثم تفكر في كلود وتقول أنها اشتاقت للأميرة تقول أنها أرسلت رسالة للأميرة كانت متأكدة بأنها ستجيب عليها لكن هي لن تكتب أي شيء عن حالة كلود أليس كذلك؟ وأيضا السيد أبيض لا يريد أخبرها بأي شيء مهما سألته فما تقول أنها ستذهب لغرفة الضيوف لتقابل السيد أسود تفكر فيه ما الذي كان يعنيه عندما أخبرها بأنها طيبة القلب لطيفة وأنها ستحب الشعب والشعب يحبها أيضا وأن تكون الوريثة المناسبة للعرش ما العلاقة التي تربطه بعمها؟ ولمه ينكث في قصر ألف يوس؟ ثم تأتي خدمة وتخبرها أن السيد ألف يسدعوها إلى مكتبه تأتي هجانات وتخبره أنها موجودة هنا يقول لها السيد أبيض أنه دعاها إلى هنا لأن هناك أمر نهم من يود منقشتها معه إنه بخصوص السيد أسود الذي بجانبه يخبره السيد أسود فليدعه يكمل يقول السيد أسود لربما يصدمها هذا لعلها توقعت هذا منذ فترة بعدها تصمت جانات تنتقل الأحداث إلى أثناسيا لقد ارتدت بلابس وريثة الإمبراطور وكانت متجاهزة للذهب للمجلس يخبرها لوكس أنها تفضل قصرة جهدها حقا تخبره لأن هذا مهم كل ما تحتاجه هو إلقاء التحية عليهم بعدها سيوقع الجميع على الوثائق وانتهو يخبرها لوكس أنه سيبقى عند والدها على أحد ما أن يراقبه تخبره أنها قلق بعض الشيء عليها أن تواصل تعلم السحر لو أرادت شفاء والدها لكن مع كل ما تبذله يبقى ذلك غير كافيا والآن ينتبه هذا التردد هتعرف ما إذا كانت قادرة على الاهتمام جيد بالمسائل الوطنية وهي لازلت صغيرة جدا لذا يخبرها لوكس أنها ليست صغيرة تخبرهم الذي يتحدث عنه عمرها 15 عاما لذا فهي طفلة يقول لها لوكس صحيح إن واصل من حولها معملتها كطفلة فستتصرف كالأطفال حتى ما إن كانت بالغة إنه يعلم بأنها تبذل مبوسعها لكن أن ينبغي أن تبذله لتلك الدرجة تنظر إليه أثي وتقول ما الذي يتحدث عنه لما أصبح مبهماً في كلامه بعدها يقول أن تفعل فقط ما تريده إنها واحدة الآن إن أثر غضبها أحد فلتقضي عليه بعدها تذهب إلى غرفة المجلس كان الجميع يحضق بها السيد أبيض بينما الشاعر والسيدة بشعر أحمر وبيض شايفين هذا العسل؟ هذا أبو فيليكس يعم عسل وجايب عسل والسيدة الحلوة هاي والسيدة بنظارة المشعج والعجب ينحن الجميع لها تخبرهم آثي بأن يجلسوا وتفكر أن هناك ضغطون كبير عليها هل يواجه كلود دائماً هذا الضغط الهائل؟ تشكرهم على مرجئهم لليوم وتخبرهم أنها جمعتهم اليوم لهنا لوجود أمر مهم تود منقشته معهم تخبرهم بأن الجميع على دراية تام بجهود الإمبراطور الدقوبة في تحسين الحياة في أوبيليا وبسبب عمله المستمر أصبح متعباً جسدياً ونفسياً لذا يخطط لأخذ فترة نقاها قصيرة من جميع واجبته الوطنية وبناء على رغبة سموه ووفقاً على اللوائح المتعلقة بالسلطة الإمبراطورية ستأخذ منصب الإمبراطور مؤقتاً وتحمل بعضاً من أعبائه لإراحة باله وبالتالي كانت تصبح بديلة الإمبراطور إنها تطلب موافقتهم كانت سعيدة وتفكر أن كل ما تحتاجه الآن هو تبادل أطراف الحديثة معهم وجعلهم يوقعون على الوثائق بعدها يقطعها أحداً قائلاً أنه سمع بعض الشائعات الغريبة مؤخراً تفكر آثي أن يتجرأ على مقاطعة حديث فرد من العائلة الملكية في الجلسة الرسمية؟ إنه كان يستصغرها أمام الجميع كان هذا الدوق كاليوم من منزل ريدفورد مش ضرورة تتذكر اسمه لأنه مش مهم إنه ينتمي للحزب المعارض للإمبراطور تنزعج آثي وتحضق به هل هو يستخف بها بسبب عمرها؟ هو لم يستطع حتى على التحديق في عينها أمام أباها مباشرة فكيف يجرأ الآن؟ تقول له آثي أنها لا تظن بأنها منحته الإذن ليتحدث تقول له إذا أراد مشاركتهم بشيء خص اجتماعهم لليوم فليرفع يده ويطلب إذن للتحدث بشكل رسمي بعدها يقول أبو فيليكس العسل وقعت لقد وقع على الوثيقة ويفكر في آثي أنه لم يرمش لها أي جفن حتى كانت هذه السيدة اللطيفة أيضاً وقعت وتقول بأنها ظنت أن آثي مشرد أمير اللطيفة عندما رأتها في حفلة ظهره الأول لكن الآن أعجبت بها تماماً يقول هذا السيد أنه تجاوز الحدود فلتغذر له على خطأه تقول آثي أنه لم يعد يمتلك الشجاع ليرفع يده ليطلب الإذن وما أن تصبح هي بدلة الإمبراطور سيوقع بصدر رحم كان الجميع يضحك عليه بعدها يرفع السيد أبيض يده ويقول فلتغذره لماذا لا يرون كلود مباشرة؟ فعوضاً عن العناء وإقناع الجميع لماذا لا يأتي كلود بنفسه ويعطيهم أمر ملكياً؟ ينصدم الجميع ما الذي يقوله ثم يقول السيد أبيض أم أن الشائعات صحيحة؟ هل صحت الإمبراطور حريجة؟ تنصدم آثي وتقول هل فقدت دوق ألف يصعق له؟ لماذا يتصرف بهذه الغرابة؟ أحياناً يتصرف بكراهية لكن هو من الحزب المؤيد للإمبراطور هو بجانب كلود على الحلوة والمرة ثم تفكر تعلم بأن الأمر خرج عن الطقس ترتهم بعد انتشار الشائعات هي لحالة وليدها بين النبلاء لكن لا يزال الأمر سراً عليها تجنب تأكيد الشائعات مهما كلف الأمر تجيبه آثي أن الإمبراطور لا يحب الإجراءات المعقدة وفي سبيل راحة الإمبراطور وعدم إزعاجه اتخذت قرار دعوتهم إلى هذا الاجتماع إنها مسألة بسيطة فليتوقفوا عن تكرار الأسئلة كانت السيد العسل وأبو فيليكس العسل يضحكان ويقولاً أنها تحذره بمهارة لتجنب ذكر الشائعة يفكراً بأنها ردة فعلاً مناسبة يقول أبو فيليكس أنه كان قلقاً بشأن صغر عمر الأميرة لكن اتضح أنه لاحاش للقلق لو كان الإمبراطور هنا لا استخدم الأكمته على من يتفوه بالهراء لطالما كان فيليكس قلقاً من قرارات كلود في استخدام أسليب التخويف كان يخبره دائماً أن لا يكسب أعداء كثيراً من نوني داعي لكن كلود يجيبهم أن بوسعه إبادتهم جميعاً ثم يحدق في ابنه ويقول لابد أنه يشعر بالراحة الآن واو نظرت الأب الفخور على ابن العسل كان الرجل ذو الرداء يضحك حدق به فيليكس ويقول لعله مرافق الدوق آلفيوس لكن لماذا يرتدي الرداء بينما هو ليس ساحر؟ إنها المرة الأولى التي يغير فيها الدوق آلفيوس مرافقه منذ حصولها على اللقب هناك شيء ما يقلقه بعدها يرفع السيد أبيض يده مرة أخرى ويسألها بصفته من أتباع سموه يود الإطلاع أكثر على حالته فلو كان مريضاً بمرض يود معرفة ما يكون هذا المرض يستغرب الجميع ما خطب هذا الرجل هل هو مجنون؟ إنه يطرح نفس السؤال مرة أخرى تقول آثي أنه حسب ما ذكرت فإن سموه لم يعتني بصحته النفسية والجسدية أثناء حكم الأمة ونتيجة لذلك تغلب عليه التعب وتخبرهم بأنهم يعرفون أنها بوسعها استفاء مهام منصبها بدون دعوتهم لهذا الاجتماع قامت بتدوير هذا الاجتماع لأنها أردت إظهار احترامها لكبار النبلاء لذا تجد صعوبة في فهم سؤالها المتكرر بطرح أسئلة ذاتها مراراً وتكراراً ثم فجأة يقول السيد أبيض بصفته موالي للعائلة الملكية هناك شيء يريد التأكد منه يحدق الجميع في بعضهم ويقولون أنه بطريقة ما كان كلامه هذا يبدو كنذير الشؤ يقول السيد أبيض أنه سمع بأمر ما سمع أن كلود استخدم السحر الأسود وهو سبب سوء حالة الإمبراطور وعدم قدرته على الحضور تتجمد آثي في مكانها وكذلك الحضور لم يصدقوا ما الذي يسمعونه بعدها يبدأون بالثرثرة ثم يتدخل فيليكس ويقول أنه لم يتوقع أن يكون لديه مخيلة واسعة الأفق كهذا أيمكنه أن يعرف لماذا قال ذلك؟ إن قام بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة وبيلا آدلة فالأميرة هي من ستتحمل المسؤولية كانت آثي مصدومك الأصنام ماذا؟ ما هذا؟ كيف يعرف الدوق ألفوس عن أمر استخدامه ورده للسحر الأسود؟ ولماذا ذكر هذا الأمر هنا؟ السحر الأسود بمثابة لعنة نقام المرء بالكشف عن استخدامه للسحر الأسود سيتجرد من لقبه ومنصبه على الفور ويسجن لفترة زمنية غير محدودة وأيضر للحقه بشخص آخر يؤديه لعقوبة الإعدام والآن النبلاء هنا سيبدأون بالشك عليها أن تقول شيئا ما تقول آثي بصفتها بدلة للإمبراطور لا يمكنها أن تضغط عن مقاله الدوق الآن الافتراء على العائلة الإمبراطورية هما كبيرة من المؤسف انتشار مثل هذه الشائعات السخيفة عن كلود وتخبره أنها متأكدة بأنه يعرف ما هي عقوبة استدراء العائلة الملكية تفكر آثي أن الوحيد الذي كان يعرف عن آثار السحر الأسود هو لوكس عليها إنهاء الاجتماع الآن بسرعة وأن تعرف ما إذا كان لذا ألفوس أي أدلة وأنه فقط يحاول التقصي عن الأمر تخبره آثي أنهم سينهون للجنسة الآن وستقوم بالبحث عن مصدر الشائعة وستحرص عن معاقبة الجاني عقابا شديدا ثم يبدأ أحدهم بالضحك كان يضحك كثيرا وبصوت عالا أيضا كان مرافق الدوق آلفوس يقول يلها من وقاحة أن تنهي هذا الاجتماع سريعا ثم يرفع عن رأسه ويقول أن ابنة أخيه الذكية كانت جديدة بالثناء لدرجة أنه لم يستطع تملك نفسه كان أنستاسيوس تحضر به آثي وتقول أن ذلك الرجل إنه نفس الرجل الذي كان في قصر الدوق السيد أبيض يقف فيليكس بسرعة أمام الأميرة ويحميها ويخبرها أن لا تتحرك وأن تبقى خلفه يقوم الجميع على الفور ويقولون بأن هذا ليس منطقي كانت تعبير الدهشة والصدمة على وجوههم وينادونه بأنستاسيوس إنه الإمبراطور السابق كان فيليكس حامل سيفه وخائف على الأميرة كثيرا لكن آثي مصدومة ما الذي يقولونه يحيي أنستاسيوس نبلاء ويقول لهم أنهم لم يراهم منذ بداية طويلة ويحيي فيليكس أيضا ويناديه بفارس كلود الوافي تفكر آثي أن والدها في غيبوبة ولوكاس ليست معها في هذه اللحظة وهناك شيء ما ظهر أمام عينيها يصرح الجميع على السيد أبيض ويسألونه ما الذي يعنيه هذا كانت آثي تفكر أن الرجل الذي كان يمكث في قصر آلفيوس والرجل الذي كان لطيفا بشكل غريب تجاه جانيت والرجل الذي رأته في معظم أحلامها إنه نفس الرجل لقد فهمت الآن لهذا السبب لن تتمكن من إيجاده مما بلغت محاولاتها في البحث عنه لأن جميع استجلات الخاصة بالإمبراطور السابق بسحت من استجلات العامة لكن كيف لرجل الميت أن يقف بينهما الآن؟ يسأل فيليكس السيد أبيض هل هو من أدخل هذا الرجل للقصر؟ أي ظنب أن كلود سيغفر لفعلته هذا؟ ثم يقول أنستاسيوس لفيليكس فيليكس روبين فلتغمت سيفك الآن من تحسبني؟ تفكر آثي ما الذي عليها فعله منصبها الأعلى من بين الجميع هنا لذا عليها مواجهته وفقا لذلك تسأله هل هو عمها؟ يجيبها بنعم أيتها الأميرة أثاناسيا إنها المرة الأولى التي تقابلان فيها رسميا أليس كذلك؟ ثم تقول له أنها كانت تعتقد بأنه مات إنها متفاجئة برؤيته على قيد الحياة طيلة هذه السنين تفكر أنه حاول قتل كلود لمرات عديدة لكن هو من مات في نهاية المطاف على يد والدها كيف له أن يكون على قيد الحياة؟ يضحك أنستاسيوس ويقول إنها مفاجأة أليس كذلك؟ يعتذر على ظهره المفاجأ دون إشعار المسبق كانت أثيم مشوشة كيف هو على قيد الحياة؟ لماذا لم يحاول فعل شيء لها في آخر مرة قبل بعضهما البعض؟ كان معروف بين العامة بأنه الرجل الذي مات أثناء شنه للحرب على كلود كيف عليها أن تتدبر أمره؟ بما أنه الإمبراطور السابق يعد عضوا من العائلة الإمبراطورية فليمكنها احتقاله فقد بدأ النبلاء بالتشتت ثم تسأله آثي ما هو سبب عودته للقصر تفكر آثي أن الدوق ألفيوس ذكر عن استخدام والدها للسحر إن تأكدت أقواله وثبتت التهمة على كلود سيصدر أمره باعتقاله وسيخلع من نظبه ويترك العرش خاويا بالحكم على توقيت إغماء والدها وظهور هذا الرجل لقد كان يهدف إلى ذلك أو كان مخططاً لذلك منذ البداية إنه هو من ألقى لعنة على والدها نقول أنستاسيوس بصفته شخصاً منسياً نوى ترك الإمبراطورية بهدوء لكنه ما أن سمع بالشائعات وجد نفسه مجبراً على العودة لتأدية واجباته تجاه الأمة كان يفكر في رأسه ما الذي يراه الآن لقد تداركت الموقف بسرعة اعتقد بأنها قد ارتعش من الخوف فرأ فارسها إنها مذهلة يكمل أنستاسيوس أقول يقصد بالشائعات ما قاله الدوق ألفيوس السحر الأسود إنه الأمر المؤسف أن الإمبراطور أمتهم تجرأ بالتورط بالسحر الأسود ونتيجة لذلك أصيب بلعنة إنه ببساطة أمر لا يمكنه تجاهله يغضب فيليكس كثيراً ويسأله كيف يجرؤ كيف يجرؤ على إهانة كلود بدون أي أدلة تدفع أحثي فيليكس وتقول الدوق ألفيوس وعمها هل سيتحملان مسؤولية كلامهما؟ لأن والدها لن يدعى هذا يمور مرور الكرام ما أن يسمع بذلك كانت غاضبة إنه يتهم الآخرين بينما هو المخطأ هنا إنه السبب هو من استخدم السحر الأسود لليطل لعنة على الآخرين والدها لم يؤدي أي أحد قام باستخدامها على نفسه ثم تقول أتظن بأنها لن تكشف عن أسراره؟ بعدها تتوقف وتفكر في جانات إن أخبرت الجميع بالحقيقة ما الذي سيحدث للجانات التي ولدت من صلبي مستخدم السحر الأسود هذا؟ ثم يقول السيد أصفر واو من سيد أسود لسيد أصفر أن مان الأميرة أيضا قد انفجرت لعدة مرات تخبره أنه لا يملك الحق عن ذكر حالتها الجسدية يجيبه بل يحق له لأنه سحر العائلة الملكية نقي جدا لذا حدث الفجار للمانة مستحيل كان يتم تبرير المعلومات المتعلقة بالوحوش السماوية إلى الوريث الشرعي للعرش فقط لذا لا يمكن أن يعرف كلود بهذا الأمر وهو الذي اعتنى العرش بعد قتله لأنستاسيوس ربما هو لم يعرف حتى عن وجود وحوش سماوية وحقيقة أن المانة قد تعود للمالك بمجرد اكتفاء الوحوش من الانتصاص كان الانفجار نتيجة حتمية لفرارة منها لكنه يتلأى مع هذا السيناريو بشكل مثالي يستغل أنستاسيوس ما حدث للأميرة ويقول الحكم على الكم الهائل من المانة وعدم استقرارها أي يقول بأن الأميرة أثاناسيا نتاج استخدام الإمبراطور للسحر الأسود هذا ما كانوا يفكروا به لكن كان العكس تماما كان الجانت هي نتاج السحر الأسود مش أثاناسيا يصرق أبو فيليكس على نستاسيوس ويخبره أنه يتمد بكلامه ليست هذه مجرد تكهنات بعدها يبدأ النبلاء بالثرثرة ويقولون أهو ممكن القيام بأمر كهذا عن طريق السحر الأسود قصد يعني أنه ينجب طفل من السحر الأسود ثم يقولون كيف لهذا الرجل أن يقول هذا بدون أي إثبتات ويفكروا بأن والدة الأميرة كانت رقيصة من بلد أجنبي لقد فكر الجميع عن سبب إبقاء كلود لرقيصة بسيطة بجانبه طوال الوقت ثم يقول أنستاسيوس لأنها تشبهه في أصله ثم يضحك تغضب أثي وتقول أنه لم يبتفي بالظهور من العدم وهو ذا يجرع على إيهانتها وإيهانة كلود كيف يخطط على تحمل مسؤولية هذا لقد انتظر أن يغيب كلود فقط ليفعل شيئا كهذا يخبرها إيهانة ما هذه السخافات التي تقولها إن كان مخطئا أهيمكن لأخاه الصغير أن يأتي هنا للدفاع عن نفسه؟ لماذا لا يأتي كلود؟ كما قال فقط لو عرف عن وجوده فلنمر مرور الكرام وسيأتي لي هنا يبدأ أنه بلاء مرة أخرى بالهمس لماذا لا تبلغ الأميرة كلود بالواضح؟ أي عقل بأن الشائعات صحيحة؟ تقول أثناسي أنه في الوقت الحالي كلود يخلد للراحة ستددك ابن عاقة إن طلبت حضوره الآن ثم تندح على الحارس وتخبره أن يذهب لغرفة سموه ويطلب حضوره وهناك ساحر معه في الغرفة إنه المسؤول عن راحة الإمبراطور فليخبره أن يأتي على الفور ثم يسأل أنستاسيوس ساحر تفكر آثي أنها إن نقلت رسالتها إليك بهذا الشكل لوكس سيلاحظ أن هناك شيئا غريبا ومتأكدة بأنه سيتعامل مع الأمر جيدا تقول أثناسي للجميع مع حضور الساحر الإمبراطوري لن تجد صعوبة في إثبات براءتها وستعرف أيضا كيف سيبقى أنستاسيوس واثقا من نفسه هكذا ثم يبدأ الجميع بالهمس ألم يقولوا بأن أحياء شخص ميت هي نتيجة استخدام سحر محرم؟ ثم انتقلت الشائعات من كلود إلى أنستاسيوس إنه الحين هو اللي ارتكب السحر المحرم مش كلود أو السحر الأسود قصي يقول بأنها تكذب بقولها أن كلود بخير لكن السحر الذي ذكرته الأميرة من المؤكد أنه لوكس فلابد أنه لا يوجد أي سجل يذكره على سحر البرج وبما أنه لا توجد أي سجلات تذكر بأن سحر البرج خرق عقده وقتل أحد أفراد العائلة الإمبراطورية يا جماعة طلع لوكس هو اللي قاتل هذا الروح الشريرة ورجع تنتقم منه ثم يقول أنستاسيوس أو الروح اللي جبه أنستاسيوس أن عليه تجنب رؤية لوكس بالوقت الحالي لأنه قد يمسقه توجد العديد من العيون التي تراقبهم هنا تفكر آثي هل هو حقا يخطط لمقابلة والدها الآن عليها أن تنهي الأمر بأسرع ما يمكن ثم يفكر أنستاسيوس بأنه قد زرع بذلت الشك وبهذا أتم هدفه يخبرها إن أرادت أن تشرح له سيشرح لها بالتفصيل عن ما حدث في ذلك اليوم كان النبلاء مشوأشون تفكر آثي أنه لا يمكنها التنبؤ بما سينطق به عليها أن تنع النبلاء من سماع الأمر تقول آثي للجميع أنه لنت تتمكن من مواصلة هذا الاجتماع سوف تنهي لقاءهم لليوم فليغادر الجميع ثم تتسأل ما الذي حدث في ذلك اليوم بعد أن غادر الجميع قال السيد أسود بأنه سيذهب تسأله آثي إلى أين يظن نفسه ذاهبا تفكر ما الذي يجري أرهم يكون على أشك إخبارهم بما حدث بالماضي يخبرها أنه مشغول لذا سيغادر تفكر آثي بأنه تم خداعها لقد تعمد فعل ذلك لإخراج أعضاء المجلس كان أنه بلأ في الخارج يتمتمون عما حدث يقولون بكيف لهذا أن يحصل يجب عليهم إبلاغ جميع العوائل النبيلة كيف الإمبراطور السابق أن يكون على قيد الحياة وكيف للدق آلف يوس أن يخون الإمبراطور أي عقل بأن هناك سر كبير لا يريدون منهم سماعه تقول آثي للسيد أسول أن ينتظر يخبرها إذا كانت بهذا الفضول سيخبرها ما حدث في ذلك اليوم قام كلود بثقب قلبه لقد وقع مغشيا عليه على الأرض والدماء تسيل منه ثم رحل كلود وتركه ووحده بدأ أن استاسوس يفقد الوعي وشعر وكأنه أخذ لمكان ما وعندما فتح عينيه هرب بعدها وهذا كل شيء لكن هو لم يهرب لقد تلبست به هذه الروح الشريرة هي من أنقذته وأبقيته على قيد الحياة تستغرب آثي منه وتخبره هل يظن حقا بأنها ستصدقه؟ يخبرها فيليكس أن لا تقلق سيلقى القبض عليه يفكر فيليكس بأن الإمبراطور السابق كان بقوة سحرية ضعيفة لذا سيكون قادرا على إخضاعه بسهولة تسيطر الروح الشريرة على جسد أنستاسوس ويقول لفيليكس أسيلقى القبض عليه؟ إن بعثت منه ها لا تنذر بالشؤم أدرك كل من فيليكس والأميرة ذلك تحدد أن الأميرة فيليكس وتخبره أن يتوقف فليترك سيفه الآن فهذا أمر خطير لا يزال أعضاء المجلس هنا عليهم أن لا يثير أي ضجة كانت تفكر آثي أنه خطير ينتبه شعور خطير للغاية بأن شيئا سيئا سيحدث ينظر فيليكس الأميرة ويقول هل استشعرت آثي ذلك أيضا؟ ما هو نوع السحر؟ إنه مختلف تماما عن سحر الإمبراطور السابق الذي كان يعرفه ما الذي أحدث هنا من المستحيل أن يقوم المرء بتحسين قدرته السحرية التي ولد بها؟ إن وضع حياته على المحاك قد يكون قادرا على إيقافه لكن مع غياب وعي الإمبراطور لا يظن أن هناك من سيمكنه حماية الأميرة إن مات بعدها يخفي فيليكس سيفه ويقول بأنه لا داعب أن يقبض على هارب منعوب من الإمبراطور يصخر أنستاسوس من فيليكس ويخبره أنها لن تكون هناك فرصة أخرى إن حاول القيام بشيء غبي مجددا ثم يستهزئ به ويخرج تندئ أثناسيا على السيد أبيض وتخبره روجر آلفيوس إنها لن تنسى ما فعله اليوم كان أنستاسوس يحدق بها ويقول إن سحرها مذهل للغاية لابد أنها حظيت بوحش سماوي هل ابنة الوحش وحش آخر أيضا؟ لطالما كان لوكس يحب الأشخاص المميزون ولقد سمع بأنه يبقيها بجواره ويهتم لأمرها كثيرا ويفكر مرة أخرى عندما أهانه لوكس وأخبره بأنه قمامة يحدق بآث ويقول أنه يريد أن يصحقها إن كان ممكنا سيكون ذلك الجسد مثليا للاستحواذ عليه لكن سيكون صعبا فيلم يتبكن بعد من اختراق الواقع تماما شوفوا المتخلف بدي يوخد جسمها بدي يكتلها ويستحوذ على جسدها يعني يحط روحه جواها لكن سحر الحماية تبع كلود موجود عليها فلا هيك ما بيقدر يعمل أي شغل لآثي بعد أن خرج أنستاسوس إنهارت الأميرة على الأرض يسألها فيليكس ما إذا كانت بخير تخبره أنه ليس بإمكانها الوقوف أكان تصرفها صحيحا ماذا عساها أن تفعل تقول لفيليكس أن يأخذها لغرفة واليدها قبل كل شيء عليها أن تلتقي بلوكس كان كلود يتألم ولوكس يحاول إنقاذه لم يكن هذا الأمر يعجب لوكس ويقول أنه سيحاول قمع اللعنة لكن على هذا المعدل لن يكونوا قادرين على إخفاء حقيقة أنه ملعون كانت اللعنة تنتدى على جميع أنحاء جسده بعدها تدخل أثناسيا وفيليكس للغرفة يحدق بهم لوكس ويقول ما الذي يحدث؟ لماذا كان يحملها؟ بعدها أخبرته بكل ما حدث فما تسأله ما الذي عليها فعله؟ إنها قلقة بما فيه الكفية على ما أصاب وليدها وها هي ذات وأجهه شيئا آخر يغضب لوكس ويقول أن هذا مؤثر للسخرية ويسألها هل الوغد أنستاسيوس برفقة روجر آلفيوس؟ ويفكر في الوقت الذي كان يولي انتباهه لشيئا آخر تجرأ هذا الرجل على الظهور وإثارة الفوضى؟ خبرها فيليكس هل عليه قتله من أجلها؟ ويقتل جميع النبلاء أيضا المناصرين له سيما قلت لكم غزل لوكس دايما هل علي قتله؟ هل علي قتله؟ تحدق به آثي وتسأله هل يمكنه ذلك؟ يحدق لوكس بها باستغراب ويقول هل أدركت وأخيرا كيف تعيش حياة سهلة؟ كانت دائما تتعامل مع مشاكلها بطرق ملتوية بالطبع يمكنه إن أرادت فقتل أولئك للنبلاء سهل جدا عليه بعدها يخبرها أن تنتظر ألم تقل له أن ذلك الرجل يكون أخوى لدها؟ مما يعنى أنه فرد من العائلة الإمبراطورية وقتل أحد أفراد العائلة المالكة صعب بعض الشيء لكن إن أرادت آثي ذلك سيفعلها من أجلها يمكنه حتى تعذيب من يتجرى على الإساءة لها فلتعطيه أسماءهم فقط تخبره آثي ما الذي يقوله بالطبع إنها لا تريد ليهم كانت تعرف أن حديثهم سينتهي بهذا الشكل بعدها تتذكر ما قاله النبلاء بأنه السبب رأى إبقاء راقصة بسيطة قريبة منه أنذاك فقط لأنها تشبهه في أصله وتقول أن تلك الكلمات لم يصبق أن سمعت بها مطلقا لم تكن تعرف شيئا عنها لقد كان والدها يحميها طوال الوقت يعني أثناسيا بعمرها ما سمعت إهانات من هذا الكلام لأن وردها كان يحميها طوال الوقت يعني أي حدا بيقرب منها أبوها كان يمحي تخبر نفسها أن تهدأ أولا وتفكر بكل ما يجري بثهنة صافا ثم تقول أنه بينما يتحدث الآن على الأغلب أن أعضاء المجلس الذين حضروا اليوم يثرتلون عما جرى مع الآخرين الإمبراطور السابق على قيد الحياة وادوق ألف يوس في صفه كيف يقترف روجر ألف يوس شيئا كهذا؟ كيف له أن يخونهم بهذا الشكل؟ وهو أكبر الدعم للعائلة الإمبراطورية لا يمكنهم حتى أن يرسل الجنود لاعتقالهم بعد ذكر السحر الأسود لقد كان يوجد الكثير من الشهود لذا إذا اعتقلوهم بيتهمة الخيانة سيظنون بأنهم يحاولوا تستر على كل الإدعاءات الموجهة إليهم وإن اكتشفوا أن الإمبراطور الحالي أصيب بلعنة بعد استخدامه للسحر الأسود أثناء خلعه للإمبراطور الراحل سيبدأ الناس الحديث عن إعادة الإمبراطور الراحل لتولي الشؤون السياسية عادة يكون وريث العرش هو الشخص الذي بإمكانه أن يصبح بديلاً للإمبراطور لكن إن ثبت طورة الإمبراطور بالسحر الأسود فتدخل الإمبراطور السابق سيكون ممكناً ثم تقول للوكس تعلم بأنه لا يوجد قوانين تنص على هذا لكن هذه مجرد افتراضات حضق بها لوكس ويقول صراع على السلطة؟ حياة النبلاء والعوائل الإمبراطورية؟ ألا يتعبون من هذا؟ لكن هذه الشقية مختلفة نوعاً ما لن تطلب مساعدته وهي على علم تام بقواه تحدق بها آثي وتقول ألم يكون يفكر للتو بأن قتلهم هو أسهل حل؟ أليس كذلك؟ كان بوسعها معرفة ذلك من النظر إلى وجهه يقول لها أن ذلك مشابه لهذا تخبره آثي أن القتل يعد أنسب وسيلة لتخفيف عنهم من ناس والقاتل بمثابة مشكلة إن قامت بقتل الإمبراطور السابق الآن فالناس ستفكر بأنها وأباها يخفيان أمر ما أكضاً مسح ذكريات جميع من حضر بما فيهم النبلاء الذين وصل إليهم الخبر سيكون له أثار جانبية ولا تظن بأن شيء طيب سيأتي من استخدامهم للسحر بهذا الموقف والأهم من كل هذا لا تريد أن تجعل والدها يبدو كمن قتل عائلته مرتين تفكر آثي أنها فهمت وأخيراً لماذا والدها يكره الإمبراطور الراحل والنبلاء لقد اعتادوا على أن يغتابوه من ورائه وجهدوا أنفسهم على الظهور بشكل جيد أمامه وههم ذا منذ أن انتشرت أخبار مرضه ظهروا على حقيقتهم بعدها يقول لوكس أنه قد تذكر شيئاً للتو تلك الكائن الخرافي من منزل آلفيوس ما حكايتها بالضبط لم يكن يهتموا فعلاً لأمرها لكنها أصبحت غريبة شيئاً فشيئاً وعلى ما يبدو بأنها كانت تقترب منها في الفترة الأخيرة وإن كان الإمبراطور السابق مع روجها الآلفيس طوال الوقت ومع تلك الكائن الخرافي ألا يوجد هناك ما تريد أخباره به؟ تتعش آثي وتفكر أن لوكس زكي جداً وتقول بما أنه قال هذا فهذا يعني بأنه يعرف الإجابة في الفعل تقول له بأن الإمبراطور السابق هو أبو جانات يسألها هل كانت تعلم وسمحت لها بالدخول إلى القصر؟ تقول له أن جانات ظنت بأنها أختها ووالدها هو ووالدها أيضاً يقاطع ويقول أن هذا غير صحيح تفكر آثي بأنه محق فوالد جانات هو ذلك الرجل الأب الذي ظنته أباها ليس والدها البيولوجي تتساءل بماذا تفكر جانات الآن؟ بعدها ننتقل إلى السيد أبيض وجانات يدخل السيد أبيض على جانات ويسألها إذا كانت هدأت كانت جانات في حالة صدمة بسبب ما حدث لكلود تخبرها السيد أبيض أنها كانت قريبة من ذلك الشخص لذا ظن بأنها ستسعد عند سماع الخبر كما قال أنه لم يتعمد إخفاء الأمر عنها وأنه لم يكن يعلم أن الإمبراطور السابق لا يزال على قيد الحياة تسأل آثي ماذا عن الأميرة وكلود؟ يخبرها أن الإمبراطور لا يزال غائبا عن الوعي أما الأميرة بعد انتهاء المجلس انتشرت الشائعات كانتشار الناري في الهاشيم لكنه سمع أنها لم تبدي أي ردة فعل كانت تهتم بالشؤون السياسية التي تراكمت ولم تتخذ أي إجراء تفكر جانات اللتيفة الزريفة بأنه هل الأميرة بخير حقا؟ لقد أخبرتها أنها تعتبرها أخطا لها إن أرسلتها رسالة فهل سترد عليها؟ لكن عمها ورجل نبيل تعتقد بأنه ما قال شيء قاسي للأميرة هل أصبحت الأميرة تكرهها الآن؟ تخبرها السيد أبيض أهل هي ما زالت قلقة بشأن الأميرة أثاناسيا؟ فإنها ليست كما تظن بناء على ردة فعل الأميرة بدت الأميرة وكأنها تعرف مسبقا بشأن هويتها الحقيقية لقد تقربت منهم لمراقبتهم فقط تقول جانيت أنها لا تصدقه لم يسبق الذهب عمها للعب مع الأميرة في الأسواق لم يسهل معها طوال الليل متحدثا إليها لقد ظنت بأن الإمبراطور والأميرة كانت عائلتها طوال الوقت صحيح أنها فكرت بأنه سيكون رائعا إن كان الرجل نبيل وليدها ذات مرة لكن لم تكن ترغب بأن تبعيد نفسها عن كلود والأميرة لقد أخبرت ذلك الرجل اللي هو السيد أسود أمورا عن الأميرة وعن كلود لأنها وذقت به لكن عند التفكير بأنها إبنى ذلك الرجل ألي هذا السبب كان يقف في صفيها ويعملها باللطف لم يكن من مقدوره إخبارها بأنهم عائلة واكتفى بالبقاء بجوارها تماما كما فعلت مع الأميرة هل والدها مستبد حقا كما يقولون يقول السيد أبيض بأنه يظن بأنها تحتاج وقتا أكثر لاستيعاب الأمر فلتفكر في من سيصعد حقا بوجودها كعائلة تفكر جانيت بالأميرة عندما أخبرتها ما الذي سيحدث إن كانت لديها أخت كانت أثناصية مصدومة وتقول من سيصعد حقا لكن الأميرة بالله شك تحبها عندها تفكك السوار الذي اشترته أثناصية لجانيت يقبر السيد أبيض أنها سوارة سحرية رخيصة هل كانت تملك شيئا كهذا؟ تحضق جانيت بها لقد انقطعت لكن لماذا؟ الحين ببلشو شغل الحركات الهندية إنه نذير شؤوم وبداية كرة والحركات الغبية هدوا التفكير السيئ تقول وكأن الأسوار تسخر منها تخبرها بأنه لا يوجد مكان ليحتويها بعدها يطرق أحد باب السيد فيليكس واو طلع على العسل أحضر له شخص ما رسالة كانت رسالة من إيجيك الألفيوس كان يطلب منه لقاءه في منتصف الليل ذهب فيليكس لمقابلة إيجيكل وصل فيليكس للمكان الذي حدده إيجيكل سؤال على السريع أكتب جوابه في التعليقات استخرج القمر من الصورة هل هو القمر أبو شعر أحمر؟ ولا هو القمر اللي وراه؟ يعتذر إيجيكل على دعوة فيليكس فجأة يخبره فيليكس أنها ليست مشكلة لكنه كان متفاجئا حقا لما أراد ابن ألفيوس لقاءه سرا؟ يسأله إيجيكل هل الأميرة بخير؟ ينصدد فيليكس من سؤاله بعدها يخبره أليس عليه سؤالها بنفسه؟ ثم يحدق فيليكس بإيجيكل ويقول يبدو بأن إيجيكل يكن مشاعر الأميرة إذن أهذا يعني أنه ليس متواطئ في خيانة الدوق ألفيوس؟ في الزمن هاد إذا كان في واحد خاين بيمسكوا وبيمسكوا عيلته وبيمسكوا أحفاده من هنا لخمسين سنة وبيبدموهم يسأله فيليكس هل هذا كل ما أراد قوله له؟ يخبره إيجيكل أنه ليس كذلك لكن قبل أن يخبره الموضوع هل يمكنه أن ينقل كلامه للأميرة؟ يخبره فيليكس أنه سيقرر ذلك بعد أن يستمع لما سيقوله يفكر إيجيكل أنه من الأفضل لو كان التقى بالأميرة شخصيا لكن لم يجرؤ على طلب لقائها بعد أفعال والده والإمبراطور السابق الفضيعة يقول إيجيكل أن والده أصبح يتصرف بغرابة هذه الأيام يجبه فيليكس أن الجميع قد لاحظوا ذلك أن يتسبب الدوق بمثل هذه الفوضى بالقصر ذلك بالفعل غروب حقا يفكر فيليكس بأن الدوق آلفيوس يحرص أكثر من أي شخص آخر على استقرار سلطة الإمبراطور وبناء عن انحياز الدوق آلفيوس لجانب الإمبراطور السابق أصبح الحزب الموالي للإمبراطور لا يعرف أي جانب سيدعمون ربما تم تعليق اجتماع مجلس الشيوخ لكن المجلس البرلماني سيستمر في الإنعقاد كان يأمل بأن يجد حلا قبل نعقاده لهذا السبب خرج فيليكس ليلتقي بإيجيكل لكن يبدو بأن إيجيكل مشوش مثله يقول إيجيكل أن التصرفات والده وكلامه مختلفا تماما عما كان عليه كان ذلك غريبا بالنسبة له كما لو كان ممسوس وهناك من يتحكم به بدأ كل شيء منذ أن مكث الإمبراطور السابق في منزلهم يسأله فيليكس منذ متى مكث الإمبراطور السابق في قصرهم لأول مرة يجيبه إيجيكل أنه بعد حفلة الظهور الأول يفكر فيليكس أنه لم يكن منذ وقت طويل إن كان ما يقوله إيجيكل صحيحا فهذا يعني أن الدوق آل في أس لم يكن الذي أنقذ وحمل الإمبراطور السابق يقول إيجيكل بتوتر إن كان والده لا يضمر نية لخيانة الإمبراطور وإن كان ضحية لحلة من نوع ما هل سيعفى عنه؟ يجيبه فيليكس أن ذلك سيكون قرار الإمبراطور والأميرة في اليوم التالي أخبر فيليكس أثناسيا بكل ما حدث تسأله آثي هل حقا هذا ما قاله إيجيكل؟ ثم تفكر آثي أتلاعب بالدوق بطريقة ما؟ إنه في الواقع مقنع كثيرا لأن السيد أبيض اعتنى بجانيت بهدف أن تربطه علاقة والثقة مع كلود لكن سحرة تحكم بالعقل له أثار جانبية ثم يقول فيليكس أن هناك شيء آخر أخبره به السيد إيجيكل إن جانيت قلق عليها كثيرا تفكر آثي أنها لم تتمكن من زيارة قصر ألفوس بسبب تواجد الإمبراطور السابق وأيضا هي قلقة بشأن ردة فعل جانيت بأن تحزن بأنهما ليست أخوات رغم من أنهم من سبع المستحيلات أن تقول جانيت ذلك تفكر آثي أنه بالنظر إلى منصب جانيت الآن سيكون صعبا عليهما أن يلتقياه لقد اشتقد إلى جانيت أيضا تتساءل إن كان سيلتقيا بعد كل ما جرى في قصر الدق آلفوس يحيي أنستاسيوس ابنته جانيت تفكر جانيت نداه بإسمها نداها بجانيت ثم تحرج الطفلة كثيرا يفكر أنستاسيوس أنها ليست ردد الفعل الذي توقعها أعليه أن يعطيها وقتا أطول قبل المحاولة بإقناعها؟ تسأله جانيت إذا كان أحد أفراد عائلتها لماذا إذن لم يقم بتواصل معها؟ لماذا قرر الظهور الآن بهذا الشكل المفاجأ؟ يجيب السيد أسود بأنه في حفلة ظهورها الأولى عرف فورا بأنها ابنته في اللحظة التي رآها فيها في اليوم الذي كاد كلود أن ينهي حياته ظن بأن ابن لبي تعيش في مكان ما بعد أن عرض حياته للخطر ليساعدها على الهروب لم يكن يدري بأنها ماتت وتركتها لوحدها أصابه القلق على ابنته بعدها بدأ بالبحث عنها ثم وجدها عندما اكتشف بأن الدق آلفوس كان يظنها بأنها ابنت كلود بمعرفته للطباع كلود يعتقد بأنه قد يقتل ابنته لهذا قرر العودة والإفصاح عن هويته لقد كان كل هذا من أجلك يا جانيت هذا ما قاله السيد أسود كان الخنزير بيحاول يكسب تعطفها لكن هو بده يضحي فيها تفكر جانيت أنه لا يملك أي سبب ليكسب عليها لكن هل الإمبراطور رجل سيء كما يقال عنه؟ كان مكتوب بكتاب التاريخ وبشكل غامض أن الإمبراطور وضع حدا لتغيان الإمبراطور السابق كانت جانيت تشعر بالحيرة وتتمنى لو تستطيع التحدث إلى الأميرة بعدها يأتيها السيد أبيض ويخبرها أنه لا يوجد وقت سيذهب للقصر قريبا لهذا فلتكن مستعدة كان النبلاء يتحدثون يقولون بأن سمو الإمبراطور في غايبوبا ويقال أنه على مشارف الموت ويستغربون ألم يقولوا بأن الإمبراطور سيأخذ وقتا مستقطع للراحة من العمل؟ فليواجهوا الحقائق هنا فلينظروا كيف تتصرف تلك الأميرة الصغيرة بصفتها بديلة ليس منطقي أن يكتفي الإمبراطور بالجلوس وأن لا يتصرف بعد ظهور الإمبراطور السابق إلا إذا كان بالفعل في غايبوبا يتحدث آخرون بأنهم سمعوا بشائعات عن فقدانه لذكرياته ويقولون أنها بسبب لعنة السحر الأسود وعند التفكير ثانية ألم يحاول من قبل نفي إبنته المحبوبة أثاناسيا؟ منذ حينها وعقله غريب يقول أحدهم شش حذار أن يقولوها وأن آلفيوس انحاز إلى جنب الإمبراطور السابق لا يمكنهم التغاضي عن هذا لو مات الإمبراطور فالتالي لإعتلاء العرش سيكون هو أنستاسيوس لهو الإمبراطور السابق في صباح اليوم التالي يأتي أنستاسيوس وجانيت يرحب أنستاسيوس بالأميرة أثاناسيا تسأله آسي ما الذي يفعله هنا؟ يقول أنستاسيوس أن ابنته اشتاقت لها يبدأ الجميع بالثرثلة ماذا؟ ما الذي يقوله الآن؟ ابنته؟ بعدها يقول السيد أبيض أن الأميرة جانيت هي ابنة الإمبراطور السابق لقد كانت هويتها مخفية لذا تكلف منزل آلفيوس برعايتها وبما أن الإمبراطور كلود منهج جسديا ومع عودة الإمبراطور السابق فالحاجة للأميرة جانيت أن تظل في منزل عائلة آلفيوس بعد الآن وقريبا ستنتقل بشكل الرسمي إلى القصر بصفتها أميرة يبدأ الجميع بالثرثرة وتنصدم آفي تقول أنه لأول مرة تسبع شيئا كهذا ولماذا السيد أبيض هو من يخبرها بهذا الشيء؟ يقول السيد أصفر بأنه يتفهم لما هي متفاجئة لم يكون التوقيت مناسبا مع ذلك فالأميرة جانيت أخبرته بأنها صديقة مقربة من الأميرة أثاناسيا إن جانيت ليست معتادة على القصر الملكي بما أنها نشأت خارجه لذا كانت تأمل جانيت أن تساعدها الأميرة يخطيب أغرفها مش قادر استحملها تغضب آثي وتفكر أن يفكر السيد أسود باستخدام جانيت كالترع يله من جبان عندما رأت جانيت تعبير آثي حزنت كثيرا يقول السيد أسود بأنه فكر بالمكثف القصر الرئيسي من الآن فصاعدا اعتدى على العيش هنا لإذا يفترض أنه لن توجد أي مشكلة في مكثه تفكر آثي حتى لو كان مخلوعا فهذا لا يغير حقيقة أنه سليل للعائلة المالكة أيضا لا يوجد أي قانون ينص على منع الإمبراطور السابق من البقاء في القصر قد يقوم الإمبراطور السابق بالإطاحة بها وبوالدها على استخدامهم للسحر الأسود في حين أنها لا تملك أي دليل يثبت أن والدها ليس بمشعوذ أو ساحر لكن إن الأمر ليس سهيئاً لتلك الدرجة توفق آثي وتخبره أن يبقى في القصر الرئيسي هو جانيت كانت تريد أن تسمح له البقاء في القصر لتبقيه تحت المراقبة يقول الشباك السيد أصفر أو السيد أسود بأن الأمور جرت كما توقع لكنه لم يعتقد بأنها ستتجاهلها أثنا سيحة لم تنظر إلى جانيت رغم معرفتها بأنها جزء من العائلة ويبتسم ابتسامة الخنزيرة تتذكر جانيت عندما قال له السيد أسود أنه من السذاجة أن تعتقد بأنها سترحب بها فقط لأنها جزء من العائلة كان كلود فقط يقوب بطلب حذورها لكي يملأ مكان الأميرة الشاغر ليس إلا يحدق أنستاسيوس بها ويصعد بأن جانيت اتخذت الصمت هذه المرة أي أن أقواله نجحت في تغيير عقلية جانيت تعصل جانيت إلى غرفتها ويخبرها أنه يمكنها القامة بهذه الغرفة بما أنه لا توجد أي إمبراطورة في الوقت الحالي فلتأخذ قصة من الراحة لما تبقى من اليوم سيحضر الاجتماع البرلماني قريبا لذا فلتكون مستعدة تسأله ما هو الاجتماع البرلماني يخبرها أنه اجتماعي يجتمع فيه كبار النبلاء ذو الرتب العليا في أوبيليا يتنقشون حول السياسة ويتعاملون مع القضايا الخاصة يريد تقديمها في الاجتماع تسأله بأي يجب أن تحضر؟ يجيبها بلما لا ففي نهاية المطاف هي من ستصبح الإمبراطورة تصرخ جانيت وتقول له ما الذي يقوله بعدها يغادر السيد أسود ويقف خارج الباب ويقول أن تلك الضربة كانت قوية عندما ضربه السيد أبيض وأن الجرحه ينفتح مع أبسط حركة لم يعد باستطاعته استخدام هذا الجسد بعد الآن ليس باليد حيلة بما أنه قد أنقذ هذا الجسد من مشارف الموت ثم يحضق في جانيت ويقول أنه لا بأس لأن جسدها حي وبخير يعني بالعربي هذا مش أبو جانيت اللي بيتكلم هذا الروح اللي جوه أنستاسيوس بدها تقول إنها بدها ترمي جسد أنستاسيوس وببدها تأخذ جسد جانيت كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك تنين مخيف يعيثوا في الأرجاء كان التنين يرهب ويرعب الناس بنفس النيران عليهم حتى سألت الأميرة الوحش المخيف لماذا أنت سيئ مع الجميع وأجابها التنين لأنني لم أدوس عليهم بانتظام فقط إذا جردون على التسلق كانت أثي تقرأ ورقة طبتا صدم وتقول لماذا تذكرت الماضي فجأة ربما لأنها غاضبة جدا إنها ليست معتادة على هذا الوضع كان يتم عملتها بازدراء وأسلوب الضغط على أعصابها لهذا السبب كان والده في غاية القصوى معهم ويلجأ للعنف إنها لا تدري هل هم يستحقروها لصغر سنها أو لأنهم يظنون أنه لم يعد يوجد من يحميها بعد وقوع والدها أو لربما كلاهما تزيح هذه الأفكار من رأسها لأن لديها اجتماع آخر ولديها عمل لتنجزه وهي قلقة من انتقل الإمبراطور السابق إلى القصر أيضا كانت منفعلة جدا لدرجة أنها لم تتبكر من الترحيب بجانات كانت تفكر في الذهاب إليها جانات في غرفتها تفكر في كم الغرفة واسعة تقول بأنها تتوتر في غرفة بهذا الحجم لذلك طلبت أصغر غرفة في منزل عمها وتتذكر تعبير آثي لم تعتقد بأنها لن ترحب بها تقول أنها لا تنومها ستغضب لو اتهموها بأنها سحل الظلام لكن عمها والرجل النبي المقتنعان اقتناع تام أن الإمبراطور بالفعل مشعب الظلام ماذا عساها أن تفعل ماذا لو أصبحت علاقتها مع الأميرة متزعزعة ثم أتتها آثي من النافذة ذهبت جانت إليها وفتحتها بسرعة ترحب بها آثي وتقول أنه مر وقت طويل منذ رقائهما لقد تسللت خفية لأنها أرادت رؤيتها تبدأ جانت البكاية بالبكاء تتأسف على احتفاظها بالسر كانت تريد أخبارها منذ أول لقاء لهم بأنهم عائلة لكنها لم تستطيع حتى بالرغم من أنهما ليستاء أخوات بالفعل إلا أنه لا يغير حقيقة أنهم عائلة تعتذر لها آثي وتخبرها أن الموقف لم يكن مناسبا حينها تسأل جانت آثي هل قام ذلك الرجل النبيل بأي شيء سيء لها؟ قزها عن أبوها السيد أسود تخبرها أنها سمعت أن ذلك الرجل النبيل السيد أسود قد قال لها شيئا قاسيا أليس الأمر كله كان مجرد سؤفهم؟ سمعت أن والدها قد عاد من أجلها لذا لا تعتقد بأنه شخص سيء أو يؤذي الأميرة أو حتى كلود تفكر آثي أن أنستاسيوس قام بإقناع جانت جيدا تجيبها آثي بأنها لا تجده صائبا تصدق كل ما يقوله شخص قام باتها من نازورا كانت جانت تثق بذلك الرجل بالفعل لذا لا تستطيع آثي إخبارها عن الجزء المريب فيه هي لن تصدقها تسأل جانت آثي إذن لماذا سمو الإمبراطور مريض؟ تجيبها آثي بأنه مجرد تعب وإجهاد كانت جانت برفقتها عندما فقد كلود وعيه هل ستصدق ذلك؟ تتذكر جانت عندما قال لها السيد أسود بأن كلود استعمل السحر الأسود وتسأل آثي هل استخدم سموه السحر الأسود حقا؟ تجيبها آثي هل هي تصدق ما قاله ذلك الرجل؟ تقول جانت بأن الرجل النبيل تقصد والدها أخبرها بكل شيء لكن الأميرة هي لم تخبرها بأي شيء أبدا ما أزنى خدامها الغبية؟ ثم بعدها يأتي لنا لوكس ويقول ماذا فعلت؟ تجيبه آثي ما الذي برأيه فعلت؟ تركت المكان وغادرت أخبرتها جانت بأنها تريد أن تكون وحدها يقول لوكس أنه يعرف أن تلك الكائن الخرافي غبية يسعد قلبك وأخيرا حدبت تفق معي أنه جانت غبية تخبره آثي ألا يتحدث عنها بهذه الطريقة؟ تفكر آثي بأن جانت ليست غبية لابد بأنها كانت تشعر بأن آثي كانت تكذب عليها وتخفل كثير عنها هي فقط لم تسألها كي لا تصعب الأمور عليها لابد بأنها كانت تنتظرها أن تبدر بإخبارها كل شيء لكن لا تستطيع أخبارها فالسبب الذي يجعلها لا تثق به هو لأنها رأت أباها وجانت حزيناني بالحلم وبسبب الإمبراطور السابق أصبح والدها طريح الفراش الآن تنادي آثي على والدها تسأل آثي لوكس بلما لا يستيقظ؟ سيصاب بسوء التغذي أليس كذلك؟ يخبرها لوكس أنه لا حاج للقلق فهو يلقي عليه تعويض التعافي بانتظام أصبح لا يستطيع ترك هذه الغرفة ريض عليها أن تظل شاكرا له كانت تزداد حالته سوءا في كل مرة يرفع عينيه عنه ثم يلاحظ لوكس الشريط الذي ترتديها أثاناسيا ويسألها من قام بإعطائه هذا؟ أجابته بجانات ظنت بأنه سيكون لطيفا لو ارتدته بما أنها ستذهب لرؤيتها مع ذلك غادرت بدون أن تريها إياه يخبرها أنه مهترئ تجيبه بأنه تعرض للتلف بعد تفجير المانا لكن ليلي تمكنت من إصلاحه لأجلها يفكر لوكس انفجار المانا؟ إذن هذا ما حدث أثناء غيابه محاولا للحصول على الثمار الشجرة العالم يقول لها بأن هذه الشريطة كان هناك تعويذة ملقا عليها تسأله لماذا؟ هل يشعر بسحر عليها؟ يقول لها أنها تنبعث منها هالة مشابهة للعنة واليدها الشريطة لم تتلف من انفجار المانا بل كانت هي المتسببة بحدوث اللعنة ثم تتذكر آفي عندما تحدث كل من السيد أسود وجانات بشأن الشريط يقول لوكس ألم تقول أن تلك الكائن الخرافي من قدمتها لها؟ يقصد جانات إذن ألا يجعلها ذلك متوطئة في الجريمة أيضا؟ كما أن تلك الكائن الخرافي كانت موجودة في اليوم الذي قد أغمي فيه على كلود تم إلقاء اللعنات عن طريقها وإلا من السبب الذي جعل من حالة أبيها تسوء بهذا الشكل فجأة لقد تم استخدام جانات بالتأكيد كانت آفي غاضبة مضغينة التي يكنها لواندها حتى يستخدم ابنته إنها متأكدة من المجهد الذي رأته في حلمها ذا حدث ذلك بعد نهاية رواية الأميرة المحبوبة قام الإبناطور السابق بفعل الشيء نفسه لكن من المفترض أن يكون ميتا لذا كيف لهذا أن يحدث؟ يبسك لوكس بالشريط ويقول أن هذه المانا بها شيء غريب أين رأاها من قبل إنه يستشعر وجود طاقة يعرفها من بين الأطوال الموجية المختلطة بالشريط إنه بالتأكيد إتاني ثاس ذلك الطفل الأحمق يقول لوكس بأن الإبناطور السابق مولد بمن ضعيفة أليس كذلك؟ وبسبب ذلك مات قبل أن يمسى والدها بسوء تتعجب آفي لما يذكر ذلك فجأة يقول لوكس أن اللعنة التي تنتشر بجسد والدها ليست أي لعنة عادية يمكن لأحد إلقائها إنها صعبة لدرجة أنه لا يستطيع مغادرة هذه الغرفة الثانية وبسببها يواجه وقتا عصيبا الكرب حوز ذلك الرجل هذا القدر من القوة فولدها لم يتبكر من قتله بكل سهولة كما ترى الآن بسببه والدها لم يستيقظ فإن يمتلك هذا القدر من المال ليرقو اللعنة ويمحي آثارها أيضا ألا تجد ما قالته له الآن لا يتماشى أبدا مع ما يجري ألا تجد بأن الأمر غريبا يقصد بكلامه إنها قالت له أن الإمبراطور السابق لا يملك أي سحر أو ما نعب وهو ضعيف لكن القلعنة على والدها خلط ريح الفراش ومخلش أي حد يكتشف أنه هذه لعنة أو سحر فكلامها متناقض يسألها لوكس من الأقوى والدها أم عمها تجيبه بأنها ليست متأكدة لكن كان ذلك الرجل مخيفا ومشؤوم تسأله هل ازدادت قوته بعد أن عاد للحياة أو أنه اختبأ في مكان ما وقام بتطوير قواه يقول لها أن هذا شيء غير ممكن فالمانا شيء يولد به المرء إلا إذا كان الأمر له علاقة بالسحر الأسود المحظور تجيبه السحر الأسود مجددا وتسأله عن المانا الموجودة في شريطها أهي من مانا الإمبراطور السابق أنستاسيوس يجيبها بنعم لكنها منزوجة مع مانا شخص آخر وهو شخص يعرفه تسأله من هو يخبرها أنها مناء تانيثاس كانت جانيت البكايب تبكي مرة ثانية وتقول هل أخطأت عندما تحدثت إلى الأميرة بذلك الأسلوب لكنها كانت تتمنى حقا لو أخبرتها بشيء إلا أن الأميرة اتزمت الصمت حتى في هذه المرة بعدها تذهب للرئية والدها كان باب غرفته مفتوح تدخل جانيت وتسمع أحدا يتحدث كان هناك أحد يقول أيها الحثال اللعين قد تهرب تلك الفتاة في أي لحظة فكيف تتركها طليقة اغسل عقلها وحسب وسيكون الأمر سهلا لا أعتقد أن الانزعاج كأي داعا يجيب أحدا آخر بأنه منزعج لأنه لا يعلم متى سينهار هذا الجسد بالكامل تفكر جانيت بيهل هذا صوت الرجل النبيل بعدها يقول والآن توقف أيها الجسد اللعين عديم النافع خافت جانيت وتقول أنا طريقته في الكلام يبدو كما لو كان شخصا مختلف هاد كان مش أنستاسيوس كان إثرنيتاس التفتت جانيت وكانت على وشك المغادرة كانت مرعوبة جدا وتفكر هل هو برفقة شخص آخر كان يناقش أحد بعدها يظهر السيد أسود أمامها ويسألها ما الذي جلبها إلى هنا في هذا الوقت تجيبه بأنها لم تستطع النوم وتعتذر على إزعاجه وهو مشغول تفكر الروح بكم هي مزعجة إنها مقرفة ويقول لوالدها أن يتعامل معها بعدها يتتحب اللون عينيه ويعود والد جانيت إلى طبيعته يخبرها أنه لم تزعجه إطلاقا لقد قرر النوم بكرا لشدة تعبه ويبدو بأنه كاد أن يفوت مرافقتها ويسألها إذا ما كانت تريد الدخول تجيبه بأنها أسف على المجيء في هذا الوقت وأنها ستعود لغرفتها كانت جانيت مرعوبة تفكر بأنها واثقة بأنه كان بمفرده إذا كان حقا بمفرده إلى من كان يتحدث؟ أي عقل أن يكون هو الشخص الآخر؟ ثم تفكر بأثي عندما قالت لها أنه من غير الصائد تصديق كل ما يقوله شخص قام باتهام الناس زورا تسأل آثي لوكس هل هو حقا يقول بأن إيتار نيثاث هو من وضع الأعنات على كلود؟ يجيبها لوكس بنعم ويقول ما تريد قوله إنه ظهر على وجهها كانت تفكر هيعني الإمبراطور من كتب التاريخ؟ حتى إن كان ما يقوله صحيحا أليس إيتار نيثاث شخص اعتدى أن يعيش منذ وقت طويل؟ يقول لها لوكس أتتذكر عندما أخبرها عن نومه بالبرج لوقت طويل؟ وكيف وجه وقتا عصيبا لاختفاء جميع قواه؟ إنه يستشعر انبعاث المان المسروقة في لعنة واليدها تسأله هل هذه قواه؟ لماذا هي هناك؟ يجيبها لأنه على ما يبدو أن الإمبراطور السابق هو من قام بسرقة قواه تقول له كيف ذلك؟ إنه لا يتطبق مع التوقيت يجيبها بأجل هذا غريب بالنسبة له أيضا كان نائما لقرون لذا كيف اكتشف الإمبراطور أنستاسيوس أمره وصرق قواه إنه سر لا يعرفه سوى العائلة الإمبراطورية من وقته آنذاك لقد كان صعبا حقا اكتشاف الأمر لأنه لم يتمكن من إيجاد المسبب في لعنة واليدها حتى رأى هذا الشريط إنه متأكد من هذا الآن إترنيتاس سرق قواه والإمبراطور السابق ورثها وأيضا هو متأكد من أن الجراذ الذي اقتحم برجه مؤخرا هو الإمبراطور السابق تقول آثي أنه بالتفكير في الأمر عندما رأت الإمبراطور السابق في السوق ظنت بأنه يشبه لوكس وتفكر أكان هذا بسبب المانة الخاصة به كان مظهره مختلف تماما عنه لكن الهالة المحيطة به إنها مجابهة تماما لهالته يقول لوكس أنه بغض النظر عن الطريقة التي تستخدمها لما زال إترنيتاس صحيا بسبب السحر الأسود والمانة التي سرقها أثناء نومه أو بسبب استرجاعه لقواه الخاصة فيجد هذا منطقيا ومع استخدام الإمبراطور السابق لكل هذه القوة فهذا يفسر سبب امتزاج المانة خاصته ومانة إترنيتاس في اللعنة التي ألقاها الإمبراطور السابق يغضب لوكس ويقول أن أولئك محتالان حقيران تسأل آثي ما هو هدف إترنيتاس وكيف سيفعلها برأيه يقول لوكس أنه لا يدري مؤخرا زاد عدد المعتهين الذين يستخدمون السحر الأسود ثم يغضب مرة أخرى ويقول أنه لا يفهم لطالما كان إترنيتاس فتنفاشل لذا لماذا يظهر بهذه القوة الآن لماذا ضعيف مثله وغير ما هو بيستخدم المانة لماذا تم تبجيده على أنه الإمبراطور الأقوى أو أي من هذا الهراء في كتب التاريخ تفكر آثي لماذا هو غاضب لا تعتقد بأنه يعرف الجواب يقول بأنه يثير أعصابه لا يصدق بأنه يمر بكل تلك المحر بسبب ذلك الفتى الضعيف تفكر آثي أنه كلوديو يوصل وصفه بالضعيف لكن إترنيتاس يعد أقوى إمبراطور في ذريق أوبيليا لذا ستزداد الأمور سوءا لو تمكن أن استاسلس من انتصاص قوى لوكس وإترنيتاس حتى لوكس لا يستطع التصرف بتهور في هذا الوضع هل جانيت مدركة لهذا الوضع؟ هناك سبب وجيه على قيم الإمبراطور السابق بإدخال جانيت للقصر لقد توصل إلى استنتاج أن اعتلاء جانيت للعرش سيواجهت التخلات واعتراضات أقل عوضاً على الإمبراطور السابق الذي تم خلعه بالفعل ويجب أن تمنع حدوث هذا مهما كان لفها الأمر لو أقنع الجانيت فقط أن ترفضه ثم تتذكر تعبيرها وتقول هل ألت الأمور إلى هذا الحد؟ فقط لأنها ركزت على سعادتها وسلامتها؟ تفرق عينيها وتقول يجب عليها أن لا تبكي وإلا ستتورم عيناها سيكون عليها مواجهة الوزراء في الغد مجدداً هل كان الوضع سيصبح أفضل لو أنها كانت صادقة مع جانيت منذ البداية؟ بعدها تبكي كانت تظن بأنها ستتمكن من العيش بسعادة وأخيراً هذه المرة بعدها يحدق لوكس في آثي بصدمة تهدي إمرأة من خلفها وتحتضنها وتتساءل آثي هل اتخذت القرار الخاطئ؟ يصرخ لوكس على تلك المرأة اللي هي أم آثي ديانا تقول آثي إن حصلت على ثمر شجرة العالم فهل ستتمكن من شفاء والدها؟ بعدها يفكر لوكس ثمرت شجرة العالم ثمرت شجرة العالم شجرة العالم المقدسة ربما ينجح الأمر لكن والدها فقد للوعي تصرخ وتقول هل قال بأنها ستنجح؟ يجيبها بأنه قال ربما ينجح الأمر تخبرها أن يشرح لها بالتفصيل يجيبها أن هناك إمكانية لكن ليس واثقاً منها لعدم وجود حالة سابقة تقول آثي بأنها ستجلب الثمر بطريقة ما أو بأخرى لكن يقاطعها لوكس ويقول أن هذا مستحيل عندما ذهب إلى هناك لم توجد أي ثمار سيكون عليهم الانتظار لمئات السنين حتى تظهر الثمار ثانية بعدها تعبس آثي ترجع إلى وضع الاكتئاب تفكر آثي بالأمر وتسأله كيف تعفت قوه إذن إن لم تكن هناك أي ثمار؟ يجيبها لوكس بأنه أخذها قصراً من شجرة العالم لأن غصباً عنها أخذ القوة تحزن آثي وتقول أنه لا توجد طريقة هل تعقب الآن على أننيتها؟ على حزن جهنات الذي لم يكن موجوداً في الرواية الأصلية ثم تبكي وتقول أن الأوان قد فات على الندم عليها أن تجد طريقة ما عليها أن تستخدم قوائها لو أرادت إنقاذ وليدها يستغرب لوكس منها لماذا هي تبكي الآن؟ يقول لها لوكس أنه لا توجد ثمار لكن لديه هذا بعدها يخرج لها غصن شجرة العالم تسأله لماذا هو يمتلكها؟ يخبرها أنه أخذها لأنه أراد استخدامها لشيء ما تسأله لماذا؟ يحدق فيها بالصمت ويقول لشيء ما كان جايب الهياها هدية تقول هل سيتحسن حال وليدها لم استخدمتها؟ إذن هي يصرخ عليها لوكس ويقول لها أن تنتظر ثم تمسك آثي الغصن عندما أمسكته وجدت نفسها عند شجرة العالم كانت شجرة مضيئة كبيرة يصرخ لوكس عليها هل هي بخير؟ كانت آي أثل جوهرية مضيئة كان هكذا مظهرها كان مخيفا جدا أخف لوكس كثيرا تسأله لماذا هي على الأليكة؟ يصرخ عليها ويقول أهي مجنونة؟ ألم تمعيز أن الغصن خطير فقط من النظر إليه؟ لماذا أمسكته بهذا الشكل؟ تقول له أن يخرج الغصن ثانية إنها تستطيع فعلها يمكنها تحقيق أي شيء بها تستطيع شفاء والدها يخبرها أن تهدأ إنها تتجاوب لقوبة الاستحواذ الخاصة بشجرة العالم فلتسترخي وتأخذ نفسا عميقا يعني الشجرة بتجذبها إلها هذه مش آثي يخبرها هل هدأت الآن؟ هل ستستطيع آثي إنقاذ والدها ببسطة شجرة العالم؟ وهل ستقتنع جانيد بأن والدها شخص شرير؟ أو أن هذا الشخص ليس والدها حقا؟ وهل سيستيقظ كلود الجميلة النائمة؟ السلام مسك الختام وداعا موسيقى 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 موسيقى